لما أنت تجيب لي شخص تعمله هو الناطق ويدلي ببيانات وهذا الناطق سبق الناس كلها عرفاته لما صارت الحرب على طرابلس أو المصارت الحرب على طرابلس هناك أكثر من مئة أسير شباب صغار فيهم يبالغ وفيهم ليبالغ ربما أسرهم أهل الزاوية الأشاوس من أول أيام المعركة من أول دلوا في قربتك يا مبارك أول مبدال الغزو حفتر في 2019 أسر أهل الزاوية أكثر من مئة والمئة وعشرين شاب صغير الصور تنقلهم على الهواء مباشر أهل الزاوية يركبوا فيهم بصاكواتهم في الحافلات وهذا الناطق اللي عميه الآن بيتكلم عن يطلع بيانات لدي بيانات حول الحداد في درنا في ذلك الوقت يعني على الهواء مباشرة مئة وعشرين أسير يركبوا فيهم والناس شوف فيهم يخرج يقول إحنا ما بعثناش حد ومعناش أي واحد ولا شاركنا بقى هذا بالله عليكم كيف تبوا الناس ما زالوا يصدقوا لما يطلع عامس ولا اليوم يقول الذين يعني ماتوا في كده تلاف وكده هذا كلام لا معالا لابد حتى تغيروا الوجوه يعملوا شيء من المصداقية لنحتاج إلى بيانات يعني تحديث بيانات في هذه المصيبة الكبيرة في كل ساعة مش في كل يوم واليوم في كل ساعة المفقودون الذين نجوا الذين أقبروا وماتوا ودفنوا الخسائر الأملاك كل هذه لابد أن تأخذ فيها بيانات مصورة واضحة مقنعة مش تبقوا الناس تخلوها للتكاهنات مرة تلزوا المراقبين ومرة تدخلوهم ومرة يقولوا لا واحدة لما نزلهم مش حطنا في مكان آخر ومرة يقولوا أن والله فيه من ناس فريق الإنقاد فيهم واحد مالطي طاحت على عماره ومات وبعدين يطلع المالطيين يبينوا في باية الرسم يقولوا فريقة الإنقاد المالطية كلها رجعت إلى بلادها سالم وفيها شحد ومرة يقولون في حافلة صغيرة فيها كم تركي عملت حادث واحترقت ومرة سبعة ومرة يقولون هم يونانيون وليسوا أتراك الحقيقة ضائعة الأسف الحقيقة ضائعة هذه أنترة صغيرة تبين أن الحقيقة ضائعة وأنها ليس هناك شفافية والغموض مقصود لأن أي واحد يخاف الحقيقة معنى هو ظالم معنى هو يخفي أشياء لو تظهر هو يستحي منها وعار عليه وربما يخاف من العقاب والحساب وإن كان هم لا يخافون لكن ما فيش شيء يدفع إلى إخفاء الحقيقة إلا الظلم الإنسان يبقى عامل عملة وما يبينش الناس يعرفوها ترجمة نانسي قنقر